على مقربة من كل الأحداث التي تشهدها البلاد تأتي الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلة نتيجة ترد خدمات الكهرباء وانقطاعها المستمر الاحتجاجات كانت بمثابة الافتنظر لهذه المدينة المسترخية على ساحل البحر العربي في حضر موت يندر أن يحتج الناس لكن في كل مرة يخرجون فيها يكون هناك ما برر قروجهم بالفعل وفي حضر موت أيضا يندر أن لا تجد هذه الأصوات الغاضبة صدى لها في السلطة المحلية وقيادات المحافظة فعلى خلفية الاحتجاجات سرعان ما عقد محافظ حضر موت لقاء استثنائيا مع قيادات المحافظة وخرج اللقاء بحزمة من الإجراءات والمعالجات اتخذتها السلطة المحلية لتلاف انقطاع التيار الكهربائي ومواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فترة الصيف المحافظ أكد في الاجتماع أنه تم حل 50% من مشكلات الكهرباء في حضر موت عبر إنشاء وتشغيل المحطة الكهرغازية التي نجحت في تغطية حاجة وادي وصحراء حضر موت من الكهرباء غير أن للكهرباء في حضر موت قصة تشبه تلك التي في كل البلاد في عهد صالح الكهرباء في حضر موت منذ عام 90 لم يطر عليها أي جديد ولم تنشى أي محطة جديدة وحتى المحطات القديمة لم يتم صيانتها وحتى المولدات في المحطات القديمة تم استجلابها عن طريق صفقات يسودها شيء من الفساد تحذيرات من اختراق مطالب المواطنين واستثمارها سياسيا وهما لم يغب عن خطاب المحافظ الذي جاء محملا بالكثير من المحاذير تشهد حضر موت استقرارا نسبيا مقارنة بمحافظات أخرى وهو أمر يعزوه الكثير لتخفف حضر موت من الدوافع العنصرية والانفصالية والذي انعكس على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المحافظة بعكس ما يحصل في مدن جنوبية أخرى